أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية رفع أولوية التخصيص على قسائم جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام 2019 ودعت المؤسسة في بيان صحفي اليوم المواطنين الراغبين في التخصيص على المشروع مراجعة المبنى الرئيسي وفرعه التابعة لها وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل وقالت إنها ستستقبل مراجعها أثناء الدوام الرسمي في صالة خدمة المواطن بمبنى المؤسسة في منطقة جنوب السراء إضافة إلى فروعها في منطقتين لغرين والجهراء وفرع برج التحرير